مرحبا بكم شاهدين الكرام في فقرتكم ضيف المساء عبر قناتكم نعود اليوم شاهدين الحديث مرة أخرى عن الدواء الثانية من جيتكس إفريقيا المغرب الذي تحتضنه مراكش هذا الحدث البارز الذي يشهد مشاركة أزيد من 1500 عارض يمثلون أكثر من 130 بلدا تنظيم الدورة الثانية يأتي بعد نجاح النسخة الأولى من هذا الحدث الذي يعتبر وجهة عالمية للتكنولوجيا والابتكار والشبكات ومناسبة للمشاركين للتقاسم معارفهم وخبراتهم حول ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في بناء إفريقيا رقمية موحدة الترابط والمدن الرقمية خلال أشغال هذا التجمع الدخم أعلن رئيس الحكومة عزيز أخ النوش أن استراتيجية المغرب الرقمية 2030 ستخرج إلى حيز الوجود في غضون الأسابيع القليلة المقبلة مؤكدا رئيس الحكومة أن الحكومة تضع التحول الرقمية على رأس أولوياتها قصد الوقوف عند هذا الموضوع المهم مشاهدين الكرام موضوع الساعة نسعد باستضافة الأستاذ دا سليمان صدقي الباحث في الشأن الاقتصادي أستاذ سليمان مرحبا بك أهلا وسهلا مرحبا بكم أستاذ بداية كيف تعلقونا على افتتاح أشغال الدورة الثانية من جيتكس أفريقيا المغرب الذي ينظم للمرة الثانية في مراكش بعد نجاح دورة أولى كانت في الموسم الماضي أولا جيتكس هو مؤتمر وملتقى دولي للفاعلين في المجال الصناع التكنولوجيا إن شئنا أن نقول وبالتالي النجاح النسخة الأولى برهن بأن المغرب يمتلك قدرات كبيرة جدا في تنظيم مثل هذه التظاهرات العالمية والمغرب ليس غريبا عليه أن ينظم مثل هذه التظاهرات وغيرها من التظاهرات سواء ذات البعد الاقتصادي أو البعد المالي أو البعد الرياضي أو البعد السياسي نعم أو سياسي وبمعنى أن اليوم هذه الدورة تثبت هذه التقال التي يحظى بها المغرب والمكان الذي يحظى بها المغرب وأيضا التحولات المتسارعة والمهمة التي تعيشها بلادنا خلال تقريبا العشرين سنة الماضية في مجال الصناعة التكنولوجية والانتقال الرقمي في اتجاه الاقتصاد الرقمي إن شئنا أن نقول وفي اتجاه تحويل بلدنا إلى منصة صاعدة على المستوى الجهوي والقاري ولما لا العالمي في هذا المجال مجال الإلكترونيات ومجال الرقمي يعني هناك مجهودات كبيرة بدلتها المملكة بقيادة جالة الملك في هذا الجانب السيد أخ النوش رئيس الحكومة تحدث بالأمس أستاذ سليمان عن استراتيجية ما يسمى بالمغرب الرقمي 2030 وقال بأنه ستخرج إلى الوجود في غضون الأسابيع القليلة الماضية السؤال هنا أستاذ سليمان ربما المغرب قطع أشواطا كبيرة في هذا الجانب وأيضا هناك تحديات لسا كذلك المغرب أولا وضع استراتيجية للانتقال والتحول الرقمي إلى جانب مجموعة من استراتيجيات القطاعية في مجال فلاحة الاقتصاد في مجال الصناعة تعليم أيضا يعني في التعليم وغيرها من استراتيجيات المهمة جدا ولذلك القطاع الرقمي ظل يشكل هاجسا لدى الفاعل العمومي المغربي من أجل تطوير هذا القطاع لماذا؟ لأن هذا القطاع دي الرقمنا أولا يشكل اليوم رافعة أساسية على المستوى العالمي رافعة اقتصادية على الأساس يعني تربحه في تكلفة الإنتاج تربحه في الوقت تربحه في السرعة أيضا يعني في السرعة إلى غير ذلك وبالتالي الاستثمار في هذه التكنولوجيا قد يكون من ورائه عائدات مالية ضخمة جدا المغرب على المستوى المرافق العمومية أخرج إلى حيث الوجود ميتاق يعني ينظم مصار الرقمنا ببلادنا وهناك جهود كبيرة جدا من خلال أولا الفاعل الحكومي ثم الوزارة المكلفة بقطاع الرقمنا يعني تبدل في هذا المجال من أجل تسريع وتيرة الانتقال الرقمي على المستوى العمومي رغم أن فعلا هناك عدد من الإكرهات التي لا تزال يعني والتحديات التي لا تزال تقف حجرة عطرة أمام هذا الانتقال نعم غير قوس فقط فيما يخص هذا الطرح الذي تفضلت وذكرته ربما ما يجسد يعني العمل الذي تقوم به المملكة هو ربما إنشاء وزارة خاصة بالانتقال يعني الرقمي حينما تحدث عن وزارة مختصة هذا شيء جميل يعني سيقدم كل الدعم لهذا القطاع المهم جدا يعني نعم تقريبا في نفس الطرح يعني بلدنا تقريبا نهجت أو عملت على تطوير ثلاث مجالات أو ثلاث محاور أساسية أولا في القطاع المؤسساتي يعني هناك وزارة مكلفة بتتبع هذا الملف بشكل مباشر وهناك استراتيجية أيضا على المستوى الوطني اليوم رئيس الحكومة يتحدث عن تحييل استراتيجية وإطلاق استراتيجية جديدة في أفق 2030 على المستوى الاقتصادي هناك جهود تبدل من أجل استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين في المجال الرقمي وترحيل خدمات رقمية إلى المغرب ثم على المستوى الثالث هو المجال القانوني وتشريعي وتحدثنا عن ميطاق ذي الرقمنا وبالتالي هذه كلها ثلاث مجالات وتلاث محاور تعكيس فعلا أن هناك اهتماما بالموضوع الرقمنا وأن الرقمنا اليوم تشكل عصب الحياة الاقتصادية اليوم نتابع أن كبرى الشركات في العالم المصدرة والمصنعة للتكنولوجيا هي أغنى الشركات سواء في مجال اتصالات أو في مجال البحث العلمي كلها اليوم هي التي تحتل المراتب الأولى وبالتالي أنها تخلق أيضا هذا الاستثمار في المجال الرقمي يخلق هامش ربح كبير جدا وبالتالي الاستثمار وانخراط بلادنا في هذا الورش الكبير جدا قد يساهموا أولا في تقوية العوائد المالية والاقتصادية ثانيا في تطوير التكنولوجيا ثم ثالثا في تأهيل العنصر البشري وفي نقل الخبرات اليوم التي تسخر بها العالم نقلها إلى المغرب واليوم بلدنا تتوفر على خبرات مهمة جدا من مهندسين وتقنيين وأطور ومستثمرين في مجال الرقمي نعم أنا أشكرك شكر جزيل على هذه الإجابة لأنها قادتني إلى سؤال مهم جدا أن هذا الحدث الذي ينظم للمرة الثانية في المغرب هو أفهم من كلامك فرصة لربما الشركات المغربية فيما يخص الجانب الرقمي وأيضا من أجل جلب المستثمر الأجنبي للمغرب وأن يكون لدينا اقتصاد رقمي لما لا؟ نعم طبيعة الحال اليوم إذا طالعنا لائحة الشركات والمؤسسات التي تشارك في هذا المعرض نجد أن فيها عدد من المؤسسات الرائدة في هذا المجال نعم ضخمة وأن هناك مستثمرين يمكن لأول مرة يليجون أرض المغرب ويأتون للمغرب وبالتالي التعرف على المغرب على الأقل الإمكانات التي يوفرها للاستثمار الأجنبي في هذا القطاع والإمكانات البشرية التي يتوفر بها والتقدم التكنولوجي الذي تتوفر عليه بلادنا أولا ثم ثانيا المغرب في إطار سياسته للتعاون جنوب جنوب والسياسة الخارجية المعتمدة بالأساس على البعد الإفريقي يمكن أن يتحول إلى منصة رقمية تشكل وصلة بين أو منصة وصل بين إفريقيا وبين أوروبا وبين بقية العالم وبالتالي هذا التوجه المغربي اليوم في استهداف كبرى الشركات العالمية ثم كبرى الشركات الإفريقية ثم حضور التقنيين والخبراء والباحثين المغاربة يمكن أن يساهم بشكل كبير جدا في هذا الجهد الذي تبدله بلادنا من أجل التحول بسرعة وتسريع وتيرة الانتقال الرقمي ببلادنا وهذا فعلا يحتاج إلى قوانين والحمد لله هي متوفرة وإطار قانوني يحتاج إلى مؤسسات الآن متوفرة إلى إرادة سياسية هي متوفرة إلى مؤسسات هي متوفرة بمعنى أن اليوم نحتاج عنصر بشري أيضا نعم عنصر بشري مؤاهل لأن اليوم قصنا عرفوا بأنه واحد العدد من الكفاءة المغربية من تقنيين من مهندسين من أوطر من كفاءة يعني تعطي تشرف حقيقة يعني نعم تشرف بلدنا وهناك عدد من الكفاءة اليوم التي تشغلوا خارج المغرب وخارج أرض الوطن والتي فعلا تتميز بمواصفات تنفسية إن شئنا أن نقول بين قوصين عالميا وبالتالي اليوم الاستثمار في هذا القطع تسريع الوطرة والدخول بقوة في هذا المجال يمكن أن يربحنا في الزمن وأن يربحنا من ناحية الاقتصادية وأنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ سليمان سيدقي بحث في شأن الاقتصادي على كل هذه القراءة الجيدة شكرا جزيلا لكم شكرا لكم شكرا لكم أستاذ كالعادة لكم الشكر مشاهدين الكرام للوفاة لكل فقراتي وبرامجين فانتكاتخ لكل زمالة ما خلف الكاميرات في أمان الله